مرحبا يا الله عطيكم العافية رجعنا لكم في كتاب آخر أنا هدول بدأت أقرأ عدة كتب جيدة وحبيت ألخصها معكم هذا الكتاب اسمه أغنى رجل في بابل من تأليف جورج كلاسون هو رجل أعمال أمريكي مشهور ويكتب كثير في مضاع البيزنس الكتاب ليس كبير حوالي 155 صفحة لكنه في نظريات رائعة عن تكوين الثروة وطرق الاقتصادية الحديثة في عمل الثروات بالطريقة طبعا حطتها تقليدية عن طريق قصص في أيام بابل في قصص كثيرة نجاح منها صاحب المركبات اللي كان في بابل الرجل الغني اللي هو حالم في الثروة عدة قصص جميلة في هذا لكن في ملخص عملته أنا في سبع طرق تكتبها في الكتاب عن الوصول للثروة أول هذه الطرق طبعا أنا حقرأ شوية ملخصات حطتها مالش أول هذه الطرق أنك تضع جزء من الراتب اللي عندك للتوفير الشيء الثاني أنك تضع ميزانية للمصاريف ما تخليها عشوائية مصاريفة الشيء الثالث أنك تستثمر النقود اللي وفرتها في مشروع ناجح المشروع الناجح هو الذي يدر عليك الدخل ليست الوظيفة وكلنا بنعرف هذا الشيء وللأسف معظمنا مش مقتنع أو مقتنع في هذا الشيء لكن مش عم بطبقهم الشيء الرابع ابحث عن المخاطر في كل مشروع تريد الاستثمار فيه إذا بدك تستثمر في أي مشروع لازم تعرف شو المخاطر وتعرف كيف التحديات تبعتها قد تحصل على بعض المخاطر أو بعض التحديات اللي أنت مش حاسب لحساب هذا بيكون في سوء في التخطيط خمسة امتلك منزلا خاصا بك في مكان جيد لازم تحصل على هذا الشيء ستة اجعل لك دخلا ثابتا في المستقبل اللي هم هلأ بسموه passive income دخل الثابت هذا راح يخليك يساعدك كثير في المستقبل السابعة وهي الأخيرة طور قدراتك في جميع مجالات الحياة ما تخلي حالك بس professional in one field لا حاول انك تتعلم وتدرس خاصا في التكنولوجيا والانترنت شيء سهل جدا انك تحصل على معلومات وتطور حالك سواء على اليوتيوب منصات التعليم عن بعد كلها ممكن تعطيك دروس في خمس قوانين للمال في هذا الكتاب القانون الاول توفير المال عن طريق الادخار هذا شيء معروف وكلنا منعرفه بس الثاني اللي هو الاستثمار الصحيح للمال في كتير ناس تستثمر اموالها فيما يكن خطأ او ما يكن غير صحيحة او ما يكن غير مدروسة في ناس تستثمر وتخسر وهذا اشي طبيعي الخسارة والربح ولكن لجب ان تعرف كيف تستثمر اموالك استشارة الرجال البارعون في التعامل مع المال هذا الخبراء الماليين موجودين في كل مكان مهمتهم مساعدتك لانهم سيحصلوا ويجنوا على مال بس لازم تجد البارعين فيهم البروفيشنال الرابعة في عالم المال تاجر فيما ينفعهم في مبدأ سهل جدا في التجارة انك تجد النيش او المكان اللي بدهم ايا الناس وتتاجر فيه او تعمل المنتج فيه فشيء مهم انك تعرف في ايش عم بتشتغل في كتير ناس بيحبوا الشغلات المعروفة مثلا المطاعم السيارات ويحاول ان يجد لها حل ويتاجر في هذه المشكلة وهذا طبعا نجاح او ذكاء طبعا البعد عن الطمع العاطفة النصائح المغرية التي يقدمها لك المحتالون والخداعون كتير هلا عم بصير عن طريق الانترنت خداعين في او او انا بقدر اجب لك خمسمية بالمية من رأس مالك انا ممكن اساعدك في شيء معين تحصل على ثروة خيالية في وقت قصير جدا اموال مزورة غسيل اموال كل هاي الامور لازم تبتعد عنها لانها لن تحصل لك الا على وجع الرأس لازم برضو طبعا من الامور اللي فهمت في هذه القصة انه لا تخلط بين نفقاتك الضرورية ونفقاتك الكمالية لازم تعرف النفقات الضرورية اللي هي لازم للبيت مثلا التهرباء الماء الاكل الشرب وفيه الكماليات هاي اللي لازم انت تضع لها حد دائما ما عم نحكي انك ما تمتح حالك في الحياة لا بس لازم تضع لها حد هناك قانون في الشراء اسمه القانون الجبال المحمولة الاشياء التي لا استطيع حملها على ظهري فهي لا تفيدني معناها انه اذا انت شاري اشياء كثيرة في منزلك فكر كم مرة بتستخدمها في السنة اذا ما استخدمتها ولا مرة في السنة فهي اشياء فائضة عن حاجتك نصيحتي انك تبرع فيها اما تعطيها الناس اللي بحتاجوها راح تاخد فيها حسنة واجر وبالتالي انت راح تفرح لانه في ناس عم تستخدمها حاول تتدخر دائما حكينا 10 بالمية من تقريبا اقل شيء 10 بالمية من دخلك الشهري عشان تستثمره بعد فترة لا تستثمر عموالك في مجال ما بتفهمها اذا بدك تستثمر في مجالات ما بتعرف عنها استشر الاخصائيين دائما عدم استثمار مدخراتك قد يؤدي الى تأكلها يعني اذا انت بتراكم فلوسك في البنك هذه الفلوس ستبقى هي نفسها لكن قيمتها الحقيقية راح تنزل يعني اذا انت متدخر ألف دولار قبل خمسين سنة هذه الألف دولار قد تشتري لك سيارة او منزل قبل خمسين سنة الآن لن تستطيع ان تشتري فيها الا بعض الحاجات البسيطة فنسبة او قيمة النقود بتنزل قيمتها لكن استثمارات مفروض انها ترتفع طبعا المال بده كد وعمل لكن يجب ان تجد وسيلة جيدة لاستثماراتك لا يجب ان تجد وسيلة جيدة لقدرتك الشخصية وتستطيع انك تستثمر في هذه الأمور طبعا انا بعطيكم هذه النصائح يا تلخيص الكتاب ليست هذه النصائح شخصية يعني ما بدكم تخدوها مني انا يمكن برضو اعمل بعض هذه الأخطاء صريعا ما يفر المال من من يدي الانسان الذي يستثمره في اعمال واغراض لا يألفها زي ما حكينا الامور اللي لازم تعرفها او بتعرف عنها لازم تستثمر فيها او لا تحاول انك تستثمر فيها لازم تدفع كل ديونك باسرع وقت ممكن لا تشتري اشياء لا تملك المقدرة على دفع مالها خاصة لموضوع والامور هاي الثروة مثل الشجرة تنمو قد تنمو من بذرة صغيرة ولكنها تحتاج الى وقت قد تنمو سريعا قد تنمو بطيا قد يقل لهذا فهي الثروة شوفها زي شجرة القاعدة الاساسية في استثمار الاموال هي حماية رأس المال اولا هذه قاعدة مهمة في استثماراتك الحظ السعيد يأتي فقط لمن يعملون بنشاط والفرصة لا تتاح والفرصة تتاح لهم دائما لانهم يعملون بجد ما تجلس في البيت لا تجعل رغبتك الخيالية في الحصول السريع على الثروة السريعة هذا دائما يكون في خوف كل عملة نقدية لا بد ان تنفق فيها ما يستحقها مئة بالمئة يعني اذا بتشتري اي شيء لازم تعرف انك يستحق هذا المبلغ او مساوي لهذا الشيء الثروة التي تأتي سريعا تذهب سريعا تعاملك مع مشترياتك ونقودك التي دفعتها بالدين يجب ان تسددها ابدأ دائما بتواضع لا تحاول انك تتكبر لكن احترم العمل اعمل بجد وجهد وتطور نفسك الحذر القليل خير من الندم الكثير الثروات تزداد بسرعة عندما تضع منها ارادات معقولة ويختتم الكتاب جملة رائعة بيحكي فيها اينما وجدت العزيمة وجدت الطريق الصحيحة للنجاح اشتركوا في القناة شكرا